إذن يتجه الجزائريون غدا إلى سندق الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين ينحدرون من طيارات سياسية مختلفة وتجهل الانتخابات تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهي هيئة دستورية أنشئت عام 2019 وحلت محل السلطات العمومية واختارت عبارة ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي الانتخابي كشعار رسمي لهذا السباق أرادت من خلاله حث الناخبين على المشاركة القوية والإدلاء بأصواتهم ومن المقرر أن تفتح سندق الاقتراع ابتداء من الثامنة صباحا بتوقيت الجزائر على أن تغلق الساعة الثامنة مساء ودعي أكثر من 24 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم والاختيار بين ثلاثة مرشحين ينتمون لمدارس سياسية مختلفة أبرزهم الرئيس عبد المجيد تبون بصفته مرشحا مستقل لنا ترجمة نانسي قنقر